أكد صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء على الأدوار المهمة والحيوية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في توطيد علاقة المملكة وتعزيز مستويات التكامل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأشار سموه إلى حرص المملكة الدائم على رفض جهود مختلف البعثات من أجل تحقيق أهدافها وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يوم أمس في طار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للمملكة المتحدة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين وممثلية القطع الخاص بمملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة حيث نوه سموه بالجهد الكبيرة التي تقوم بها بعثة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين بالاستناد إلى ما يجمعهما من علاقات استراتيجية وتاريخية مميزة ومتدة لأكثر من مئتيعة مشيرا إلى همية موصلة الدفع بالعلاقات نحو مزيد من العمل المشترك والذي يصب في تحقيق الخير والنماء للبلدين والشعبين الصديقين وأشهد سموه بما يليه معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وكافة منتسبي سفارة من حرص مستمر على تعزيز مسار العلاقات مع المملكة المتحدة على مختلف الأصعدة بما يسهم في دعم العلاقات المميزة بين البلدين ويحقق التطلعات الملكية السامية مشيرا سموه إلى همية موصلة الجهود التي من شأنها خلق مزيد من الفرص الواعدة والتي تعزز التعاون الثنائي وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين منويها بما يبديه منتسبي البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين وكافة منتسبي العمل الدبلوماسي من جهود في تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة ورعاية مصالح أبنائها في الخارج وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبدالاطف براشد أزياني وزير الخارجية أهمية الدفع بمسيرة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة في ظل قيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وجلالة الملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية رئيس الكومنولف وأشهد سعادته بالزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة باعتبارها دفعة جديدة في مسار التعاون المشترك مثمنا حرص حكومتي البلدين على تعزيز الصداقة الممتدة لأكثر من مئتي عام بين قيادتي وشعبي البلدين وتوطيد أوصر الشراكة الاستراتيجية من خلال تبادل أزيارات رسمية وتنسيق المواقف السياسية إزاء التطورات الإقليمية والدولية ومن جهدي أشاد معالي الشيخ فؤاز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة مؤكدا أنها تعكس الأهمية التي يعلقها البلدان على صداقة وتعاون العميقين بين البلدين الصديقين وحرصهم المشترك على تنمية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة وأضاف معالي أن البلدين الصديقين يتم التعام بعلاقة تجارية واستثمارية قوية ومتنامية مغربا عن الثقة بأن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة ومباحثات سمو مع المسؤولين البريطانيين ستعطي زخما جديدا لشراكة البحرينية البريطانية وهي فرصة لتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات من جانبي أكد سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة أن مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في تطور مستمر بما يأكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري ترجمة نانسي قنقر